بعد الخسائر التي منيت بها قوات النظام في الفترة الأخيرة بريف حلب الجنوبي تمكنت قوات المعارضة من فرض سيطرتها على المزيد من الأراضي في ريف حلب الشمالي التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش إضافة إلى استعادة السيطرة على مناطق أخرى في ريف حلب الجنوبي التابع لقوات النظام والميليشيات المساندة لها النظام السوري وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء يحضر لعملية عسكرية مشتركة مع القوات الجوية الروسية لاستعادة حلب بعد الخسائر التي مني بها في ريف حلب الجنوبي يأتي هذا في وقت تمكنت فصائل المعارضة من السيطرة على قريتي الخالدية وبرنا وتلت الزيتون في بلدة خانطومان في ريف حلب الجنوبي كما سيطرت قوات المعارضة أيضا على قرية الخالدية ومزارع زيتان بالإضافة إلى مواقع أخرى في المنطقة ونتيجة لهذه الخسائر استنجدت قوات النظام بسلاح الجو الروسي ليقدم لها الغطاء الجوي في المنطقة في محاولة لاسترجاع ما تم خسارته حيث استهدفت المنطقة بعشرات الغارات الجوية ما أجبر المعارضة على التراجع من منطقة الخالدية وبلدة خانطومان عثمان عمر الحدث